بسم الله وصلاة السلام على شر الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المرحلة الابتدائية الصف الأول الفصل الدراسي الثاني مادة لغتي موضوع درسنا لهذا اليوم من الوحدة الرابعة صحتي وسلامتي هو حرف الضاد إعداد وتقديم الأستاذ فهد عبد الرحمن الميمان سنتعلم اليوم أحبائي عرف جديد حرف ماذا؟ من يشاهد هذه الصورة أحبائي؟ صورة ماذا؟ ضرس أحسنتم ضرس هو ضرس ضرس يبدأ بحرف ماذا؟ حرف الضاد رائع حرف الضاد ها هو حرف الضاد إذن صورة ضرس يبدأ بحرف الضاد اسم الحرف ضاد ونتعلم هذا اليوم أحبائي الأصوات القصيرة لهذا الحرف بالفتحة ضاء والضمة ضو والكسرة ضي ضي إذن هذه الأصوات القصيرة لحرف الضاد ضاء ضو ضي كلمة ضرس ضرسن شاهد الراء سكون وتوقف عند الراء إر ضرسن سن حرف الضاد صوت قصير هل تم نطق حرف الضاد بالفتحة أم الضمة أم الكسرة؟ ضي رائع إذن سنتعلم اليوم كذلك كتابة حرف الضاد في أول كلمة وسط الكلمة وآخر الكلمة والأصوات القصيرة والطويلة سنتعلم اليوم إذن حرف الضاد من الحروف الهجائية وهو شبيه بحرف ماذا؟ رائع حرف الصاد ولكنه حرف منقوط يوجد عليه نقطة حرف الضاد بالفتح ينطق ضاء وهو صوت قصير إذن أنطق ضاء لا أقول ضاء لأن ضاء صوت طويل هنا ضاء ما الفرق؟ يوجد ماذا؟ رائع يوجد ألف مد إذن هو صوت طويل أنطق الفتحة ضاء قصيرا ثم ألف المد ضاء إذن هو حرف الضاد ممدود بالألف هو صوت طويل ضاء كذلك سنتعلم الضاد بالكسرة ضي صوت قصير ضي عندما يكون صوت طويل أنطقه ضي لماذا؟ يوجد حرف مد ما هو حرف المد؟ مع الكسرة حرف الياح سنتم وقلنا مع الفتحة يكون حرف المد ألف ومع الضمة يكون حرف المد ماذا؟ ضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سنتعلم اليوم كلمات بحرف الضاد ككلمة ضرس كلمة ضرس لنجزء حرف الضاد من كلمة ضرس ها هو ضرس حرف الضاد عليه كسرة والراء سكون شرف حمران أتوقف ضر ثم حرف السين ضر سن نأخذ حرف الضاء هو بداية الكلمة هنا نشاهد أحبائي حرف الضاء هل هو بداية الكلمة أم نهاية الكلمة أم بالوسط نهاية الكلمة أحسنتم من يقرأ هذه الكلمة نبدأ بحرف النون فتحة نا ثم حرف الها فتحة ها ثم حرف الضاد فتحة طا نا ها ضا نفصل حرف الضاد إذن هو بالفتح ضا نهض نشاهد أحبائي الصورة التالية عمر نهض عمر من فراشه إذن نهض عمر من فراشه صرخ صرخ تألما ضرسي يؤلمني حضر الأب وأخذه إلى طبيب الأسنان نشاهد أحبائي هذا النص نهض عمر من فراشه صرخ متألما ضرسي يؤلمني حضر الأب وأخذه إلى طبيب الأسنان إذن عندما تؤلمنا أسناننا نذهب إلى من رائع طبيب الأسنان نشاهد حرف الضاد بالنص باللون الأحمر ضاد بالفتحة وضاد بالكسرة وضاد بالفتحة شاهد الصورة التالية يا أحبائي ماذا يفعل الطبيب لعمر نظف الطبيب الضرس وعالجه إذن الطبيب ينظف الأسنان من التسوس ويعالج مكان التسوس ثم قال يا عمر الإكثار من الحلوى يضر الأسنان إذن أين حرف الضاد هنا في أي كلمة نشير إليها رائع يضر كلمة يضر حرف الضاد في الأول الكلمة أم في الوسط أم في الآخر في الوسط أحسنتم نأخذ النص السابق نظف الطبيب الضرس وعالجه ثم قال يا عمر الإكثار من الحلوى يضر الأسنان من يستخرج يا حبائي من النص حرف الضاد رائع ضاد بالشدة وكسرة وضاد بالضمة كيف ننطق أحبائي الشدة والكسرة لا أود أن ننطق الشدة أولا الض ثم الكسرة ض إذن حركتان الض نظف الطبيب الضرس كيف ننطق حرف الضاد بالضمة هو حرف قصير ض صوت قصير ض لحظ أحبائي هنا حرف الضاد عليه ماذا؟ فتحة أم كسر أم ضمة؟ فتحة أحسنت هل هو صوت قصير أم طويل؟ قصير لماذا؟ لأنه لا يوجد حرف مد ض ض ض لننطق حرف الضاد بالفتحة ض ض ض كلمة يوجد بها حرف الضاد بالفتحة ككلمة مارضة مارضة من ينطقها؟ مارضة حرف الضاد بالكسرة كيف ينطق؟ ض كيف ينطق؟ ض ض نأخذ كلمة فيها حرف الضاد بالكسرة ض ض ض ض نشاهد الضاد في أول كلمة بالكسرة ض ض ض الصوت الثالث لحرف الضاد هو بالضمة صوت قصير ض ض ض ض لننطقها مع بعض ض ض نأخذ كلمة فيها حرف الضاد بالضمة مو ض مو ض ض نشاهد الواو سكون نتوقف عند الواو مو ض ض مو ض هنا أحبائي الثلاثة أصوات لحرف الضاد بالفتحة ض بالضمة ض وبالكسرة ض إذن ض ض ض ض إذن تعلمنا نطق الأصوات والحركات لحرف الضاد ض 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 كلمة ضرس أين حرف الضاد وماذا يوجد علي فتحة أو كسر انضمة أحسنتم نشير إلى حرف الضاد ماذا يوجد علي كسرة كيف ينطق ض رائع هنا أين حرف الضاد رائع ماذا يوجد عليه ضمة أم فتحة أم كسرة ضمة كيف ينطق بالضمة ض من يقرأ هذه الكلمة يا فتحة يا ض ضمة ض والرا شدة ثم ضمة ار رو يض رو رائع هنا حرف الضاد ماذا يوجد عليه فتحة أم كسرة أم ضمة ممتاز فتحة كيف ينطق ض رائع رائع أين هو حرف الضاد من يشير إليه ممتاز من يقرأ هذه الكلمة نون فتحة وها فتحة وضاد فتحة نا ها ضا نا هذا نا هذا أميز أحبائي بين الصوت الطويل المد والصوت القصير هنا هل حرف الضاد صوت طويل أم قصير ولماذا صوت طويل أحسنتم لماذا لوجود أليف المد من يقرأ حرف الضاد بألف المد رائع ضا ضا هنا أحبائي صوت طويل آخر ولكنه بحرف المد ماذا الألف أم الواو أم اليا الواو أحسنتم من ينطقه رائع ضو ضو هنا كذلك صوت طويل لحرف الضاد من ينطقه هذا الصوت بحرف الضاد ضاد ضو كسرة ويا مد ضي رائع ضي أحسنتم حبائي ما اسم هذا الحرف من يعرف ممتاز حرف الضاد حرف ماذا حرف الضاد كيف نكتب حرف الضاد نبدأ من نبدأ من السطر ونرسم نصف دائرة ثم نكمل على السطر والجزء الأخير من الحرف يكون أسفل السطر نكتب أحبائي كلمة ضرس ضرس نبدأ بكتابة كلمة ضرس من خطه جميل ممتاز نبدأ بحرف الضاد كسرة صوت قصير ثم حرف الر سكون ضر ثم حرف السين ضر سن ممتاز أحسنتم حرف الضاد تعلمنا اليوم أحبائي ها هو حرف الضاد بالفتحة ضاء وبالضمة ضو وبالكاسرة ضي نكتب ضرس دعونا نكتب ترجمة نانسي قنقر